شهد منتدى فنون شباب العالم بمدينة الغردقة فعليات مهمة والعديدة من ورش العمل والتي استمرت لمدة أسبوع المزيد نتابعه في سيق هذا التقرير بعد فعليات وورش عمل استمرت على مدار أسبوع اختتم منتدى فنون شباب العالم بالغردقة بإقامة حفل للختام وتنظيم معرض الفنون التشكيلية للأعمال التي نفذت في الورش طوال فترة المنتدى كذلك تم تكريم ضيوف المنتدى من كبار الفنانين حول العالم من أهم ما يميز الملتقى هو التجمع الدولي والعمل سويا يعني نشتغل ووركشوب منظم جيد المعرض كان بيضم فنانين من دول العالم كلها من إيطاليا وروسيا وكندا طبعا فلسطين ومصر مشاركة جميلة جدا وفيها خبرات متعددة في الحقيقة ودايما مصر دايما بتشارك على مستوى العالم كله في الفنون أول مرة شارك في منتدى فنون شباب العالم عملت اللوحتين دول طريقتين مختلفين بتبسط جدا في أن احنا تعرفنا على ناس من دول مختلفة وكل حاجة وبصراحة شكرا جدا على التنظيم ومعرض أنا شايف المنتدى ده فرصة يعني حلوة أن أنا أتعرف على الفنانين كتير وناس كتير وأكسب خبرة ونظيرة كده يعني المنتدى استضافته مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر خلال الفترة من الخامس والعشرين وحتى الحادي والثلاثين من يناير بالممشى السياحي لمنطقة الدو بمشارقة خمسين فنانا من خمسة عشر دولة حول العالم من الشباب المتميزين فنيا في مختلف الفنون اشتركوا في القناة